موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليكم إخوتي أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته في الحلقة الماضية ذكرنا كفن الميت في أواخر الحلقة الماضية طبعا ذكرنا تخسير ثم ذكرنا كفن الميت وقلنا على أن الميت يكفن بثلاثة أكفان أو بثلاثة قطع القطع الأولى المئزر ثم القميص ثم الإزار وذكرنا علة أن بعض أعضاء الجسد تأتي عليها ثلاث قطع ومثل البطن البطن يجيها ثلاث قطع مولانا من الكفن هذا البطن ثلاث قطع يجي عليها المئزر هذا البطن المئزر ثم يجي القميص ثم الإزار بعض أعضاء الجسد مثل الصدر مولانا يجي عليها قطعتين مثلا القميص والإزار الرأس والرجلين واليدين مثلا تجي قطعة واحدة بس الإزار وذكرنا السبب والعلة في ذلك في الحلقة الماضية ومن جملة علل الكفن ليش يكفن الميت يكفن الميت لدليلين الدليل الأول طبعا من الواجبات هذا الدليل الأول ستر إلى الميت الكفن ستر إلى الميت الميت يستر بكفنه وضع مولانا هذا الأول يستر بكفنه الثاني يكون قرطاس له يوم القيامة لأن إذا قامت القيامة يقول له أكتب يقول له كيف أكتب إلهي أين القرطاس يقول له قرطاسك الورق يعني قرطاسك كفنك خذ الكفن يأخذ الكفن مولانا وأين المداد والقلم يقول له سبابتك أين المداد يقول له ريقك فيأخذ من ريقه كمداد والسبابة شنو مولانا القلم والكفن هو المولانا القرطاس أو الورق فيبدأ بالكتابة فإذن الكفن ستر لكن أكو بعض الناس يحشروا بغير كفن يحشروا بغير كفن من مولانا من جملة ما يحشر بغير كفن المرأة الغير محجبة المرأة الغير محجبة إذا كفنت بكفن يوم القيامة مولاي تحشر بغير كفن بدون كفن رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينقلها مولانا هذه صارت قصة في الإحراق أحد الإخوة كان يعيش في جرمانيا ألمانيا فجاب أخته جاب أخته ماتت أخته جابها من ألمانيا مولاي دخلها إلى النجف الأشرف فذهب لدفنها دفنها من دفنها مولاي نزلها بالقبر بالنجف أو طلع لما خرج مولاي ووصل إلى المطار أراد الجواز رادي طلع الجواز الفاسبورت الجواز مولا رادي طلع عمالك الجواز فضلي دور بالجواز يمين شمال منه جيوبه كذا تذكر على أن الجواز وين سقط سقط فيه في القبر سقط فيه في حين انزال أخته إلى القبر الجواز مطاح بالقبر وراح ضال بالقبر طبعا نبشي القبر حرام نبشي القبر حرام إلا بشرطها وشروطها أكو أمور تجيز لنا نبشي القبر فأجي إلى أحد الفقهاء في ذلك الزمان قال له سيدنا أنا كنت أتفن أختي وطاح الجواز سقطت جواز بالقبر والآن أريد أن أرجع إلى مكاني إلى محلي وما عندي جواز أي يجوز نبشي القبر الشيد قال له بلى يجوز نبشي القبر الآن روحته وجيته كلها ساعة ما كلفته ساعة وحده فأجي هذا الشاب نبش قبر أخته مع ذاك حفار القبور مولانا لما حفر شاف رأى أخته بمجرد عند الرأس كشف رأس أخته شاف فكشف الرأس أول لبنة أول صخرة شالها وإذ يرى أخته عارية بدون كفن يشوف شاف الرأس بلا كفن ما لقى الكفن ورأى الجواز ساقط مولانا ساقط عند رأسها مو كان نزل نزلها شاف الجواز طائحة مراسها فأخذ الجواز وخلى اللبنة عليها وصح وطلع مولانا أهالة عليها التراب أجي إلى السيد لكن يمكي متعجب قل لهم مولانا أنا قبل ساعة كفنت أختي بيدي مو بيدة يعني هو بيدة إنما كان موجود يعني جاب بكفن يعني مو كفن بيدة زي مولانا يعني كان موجود لما كفنت رأيت الكفن عليها والآن نزلت إلى قبرها لم أرى الكفن قال له أكانت أختك محجبة أختك في الدنيا كانت محجبة قال له لا سيدنا ما كانت مرتزمة هذه ما كانت مولانا تطلع سفور شعرها مكشف مولانا ما كانت مرتزمها قال له صدق رسول الله هي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول المرأة الغير محجبة المرأة الغير محجبة في الدنيا تحشر يوم القيامة بغير كفن طالع سنين تمشي بدون حجاب بدون ملابس الآن نخلينا بهدوم مولانا بملابس بالثياب ونخلينا بالكفن بالقبر الله يقول العاشر فايدة هذا ما يفيدك وضع مولانا فإذن الكفن ستر إلى الميت الكفن مولانا ستر وقرطاس إلى الميت يوم القيامة لكن توجد عليه مستحبات من مستحبات الكفن مولاي كتابة دعاء جوشا كبير على الكفن مستحب أن الإنسان يكتب على كفنه دعاء جوشا كبير جوشا كبير فيه مئة ألف اسم من أسماء الله مئة قيد كل قيد بعشرة عشر أسماء يا حليم يا كريم يا ودود يا رؤوف كل قيد هو مئة قيد كل قيد بعشر أسماء من أسماء الله جل وعلا يعني بالأصل بألف اسم يكتب دعاء جوشا كبير دعاء جوشا كبير أخواني بس انتبه لي الجوشا بمعنى اللامة الدرع درع الحرب لامة الحرب تسمى جوشا كبير خل كبير قديما رسول الله صلى الله عليه واله وعلى سلم قبل أن ينزل عليه هذا الدعاء رسول الله كان ينزل إلى الحرب يلبس الدرع الجوشا وجوشا كان ثقيل جدا ثقيل الحار زي الحرب أو ثقيل هذا الجوشا أو حار يتألم النبي صلى الله عليه واله كان يجهش النبي يجهش النبي يتصبب عرقا يتألم فنزل الأمين جبرائيل قال يا رسول الله أعلمك دعاء تكتبه وتحمله معك ولا تحتاج إلى جوشا بعد ذلك إلى درع جوشا بعد ما تحتاج أنزل للحرب بدون جوشا بدون درع فلا تصاب بمكروغ أبدا فعلمه دعاء جوشا كبير رسول الله كان يقرأ هذا الدعاء وكان يكتب هذا الدعاء ويحمله معه إذا رفع الدعاء معه وقرأ مولانا ونزل إلى الحرب ينزل إلى الحرب بغير لامة بغير درع بغير جوشا فلا يصيبه مكروغ لا سهم ولا سيف ولا نبلة ولا حجر ولا ولا ما يصيب أي شيء مولانا بعد نزول الجوشا مولانا وهذا حبيبي ولهذا سمي جوشا الكبير اللي عادة نقرأه في ليلة القدر نقسم على الله بألف اسم من أسمائه تقول الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كفنا الميت بكفن عليه جوشا كبير قال الله لملائكته إني لأستحي أن أعذب عبدي هذا شوف العبارة إني لأستحي يعني عبارة أنه الله لا يعذبه ما يريد يعذبه أجلالا لهذه الأسماء لأنه دع الله بألف اسم من أسمائه في الإنسان ينزل مولانا إلى القبر ومعه هذا الجوشا معه هذا الكفن الذي يحمله هذا الدعاء دعاء جوشا كبير فهذا من الأمور المهمة للغاية بعدين من المستحبات أن يكون تجمير مولانا الكفن يكون الكفن جميل مولانا هذا مهم للغاية طبعا كفن المرأة يختلف مع كفن الرجل يعني من باب الأصليات القطع الأصلية واحدة مئزر قميص عزار هم رجل هم مرأة لكن بالإضافة بالإضافة المرأة لها قطع مستحبة لها قطع مستحبة أكثر من الرجل هذه بعد راجعه إلى الرسائل المولانا وإلى الكتب الفقية وشوف أنه أكو قطع للمرأة أكثر من ذلك زين من المستحبات دعاء جوشا كبير هذا واحد الثاني من المستحبات للكفن مولانا أن يكتب على الكفن بسبابته هذا كفن مثلا شوف مولانا حبيبي هذا كفن جاب كفن إلى الميت كفنه والميت يسون به مولانا بالسبابة هاي السبابة خالية تكتب أشهد أن لا على الكفن هيش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عليا ولي الله يكتب بالسبابة خاليها بغير شيء يكتب هان اكذا يكتب على الكفن اشهدوا اللا يكتب مولانا هذه من المستحبات هذا سير وقاية له من العذاب في قبره هذه من المستحبات في الكفن مولانا ثم يكفن بهذا الكفن ثم ينقل الى مرحلة ثالثة من بعد الغسل حنوط كفن من بعد الكفن الان الروح موجودة ينقل مولانا الكريم الى الصلاة يخلونا لكي يصلى عليه صلاة الميت هي عبارة عن دعاء هي طبعا الصلاة من الالفاظ المنقولة في كتب الاصول يسمون هذا لفظ منقول اللفظ المنقول يعني بالحقيقة بالحقيقة هذا المعنى له اللافظ خاص فانتقل من هذا المعنى الى معنى اخر يعني مثلا كلمة الحج كلمة الحج لفظ الحج من الالفاظ المنقولة الحاج لغة اصلا بالحكم الاول مولانا اول شي مولانا كان يطلق بمعنى القصد اين ما تقصد يسمى حج انا اقصد بيت والدي يقول حج بيت والده انا اذهب الى المسجد يقول حج المسجد حج المسجد يعني قصد المسجد حج كربلاء يعني قصد كربلاء الحج بمعنى القصد لكن صارت متداولة على الالسون صارت لفظ الحج انتقل من القصد الذي هو عام الى حج بيت الله الحرام هذا سمعه من الالفاظ المنقولة الصلاة كذلك من الالفاظ المنقولة الصلاة بمعنى الدعاء اصالة بمعنى الدعاء واضح مولانا لكن انتقل من الدعاء الى هذه الحركات القيام قرأت حمد سورة ثم الركوع ثم السجود تشهد سلام قنوط اتبدل مولانا انتقل لفظ الصلاة انتقلت من المعنى الاصلي الرئيسي اللي هو بمعنى الدعاء الى معنى اخر وهو هذه الحركات الموجودة واضح مولانا فالصلاة بمعنى الدعاء صلاة الميت هي عبارة عن دعاء طبعا كل الصلاة كلها مستحب يعني الدعاء الذي فيه صلاة الميت كلها مستحب الواجب فيه صلاة الميت خمس تكبيرات زين شوف هذا الواجب انت تنوي تقول اصلي صلاة الميت واجب قربة الى الله شوف هذه خمس تكبيرات الله اكبر وحده الله اكبر اثنين الله اكبر ثلاث الله اكبر اربعة الله اكبر خمسة هذه الخمس تكبيرات هذه الواجبة في صلاة الميت وإلا الأدعية كلها مستحبة أنت في التكبير الأول تقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظيره على الدين كله ولو كره المشركون الله أكبر بعدين التكبير الثاني التكبير الثاني مولانا هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل رسول الله اللهم صلى على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وتفضل على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت إلى آخر مولانا القيد الثالث التكبير الثالث عبارة عن دعاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إلى آخر الدعاء الأخير إلى الميت التكبير الأخير الخامس دعاء إلى الميت خاص اللهم إن هذا المسجى بين أيدينا عبدك إذا كان رجل عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خير إلى آخر وإذا كانت امرأة اللهم إن هذه أمتك وابن عبدك وابن أمتك نزلت بك وهي خير منزول به إلى آخر الدعاء مولانا الكريم إذن صلاة الميت عبارة عن دعاء وعبارة الواجب لها صلاة الميت الواجب لها خمس تكبيرات زي سؤال خمس تكبيرات لماذا؟ الآن إحنا عندنا السنة ما عندهم خمس تكبيرات السنة عندهم غير ذلك واضح مولانا؟ أقل من خمس تكبيرات الشيء عدم خمس تكبيرات لماذا؟ لعلة المعينة العلة الأولى خمس تكبيرات لأن نحن عندنا أصول الدين كم وحدة مولانا؟ أصول الدين كم وحدة؟ خمسة العدل التوحيد والعدل والمعاد والنبوة والإمامة لكل أصل من أصول الدين تكبيرة التوحيد الله أكبر العادل الله أكبر النبوة الله أكبر الإمامة الله أكبر المعاد أيضا الله أكبر صارت خمس تكبيرات خمسة أصول الدين خمس تكبيرات للميت هسا نجي لأ العلة الثانية أنت كم صلاة صلي يومية صلي أنت خمس فرائض في كل فريضة الله أكبر مو تكبر تكبيرة الإحرام له لا أصلي صلاة الظهر واجب قربة إلى الله الله أكبر صلاة الصبح تكبيرة صلاة الظهر تكبيرة صلاة العصر تكبيرة ثلاثة صلاة المغرب تكبيرة أربعة صلاة العشاء تكبيرة خمس تكبيرات خمس صلوات فأنا أكبر خمس مرات من باب من كل صلاة تكبيرة إذن عرفنا العلة في صلاة الميت خمسة بخمسة الأولى قالوا لأن أصول الدين خمسة ولهذا نأخذ من كل أصل تكبيرة والعلة الثانية أن الصلوات خمسة نأخذ من كل صلاة تكبير وإذا مولانا صارت خمس تكبيرات هذا بالنسبة إلى صلاة الميت عندنا مولانا أكو بعض الأشخاص يصلى عليهم أكثر من خمس تكبيرات عندنا شخصان نفرين بس نفران يصلى عليهم أكثر من خمس تكبيرات يصلى عليهم بسابع تكبيرات سبع مرات تكبرون عليه ياه مولانا الأول صلوا عليه والثاني سيصلى عليه الأول ولدي يا أبا محمد يا حسن كبر علي سبعة ياهو الإمام أمير المؤمن سلام الله عليه الإمام علي بن أبي طاري صلوات الله وسلامه عليه كبروا عليه سبع تكبيرات الإمام الحسن سبعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر خمسة الله أكبر ستة الله أكبر سبعة سبع تكبيرات كبر على الإمام عليه عليه السلام بعد ياه مولانا قل له وهذا لا يكون إلا علي وعلى ولدي في آخر الزمان يملأ الأرض قصة وعدلا بعدما ملئ الظلما وجورا وهو الإمام الحجة بن الحسن العسكري الإمام المهدي أرواحنا لترابي مقدمه الفدى أيضا يكبر عليه سبع تكبيرات كما صلوا على الإمام علي عليه السلام يصلى على الإمام المهدي أرواحنا لترابي مقدمه الفدى سبع تكبيرات هذه بالنسبة إلى صلاة الميت طبعا هنا الروح باقية عند الجسد هذه كلها والروح باقية عند الجسد أكو مستحبات لصلاة الميت واضح مولانا مثلا عندك كل ما إذا ازداد الجمع أكثر من أربعين مستحب لأن يشهدوا له بالعدالة يقف مولانا على جانب بطن الرجل وعلى جانب صدر المرأة وأن يكون قريبا إلى الميت مولانا بحيث إذا الهواء يستحب الهواء إذا ضرب ثوب الإمام ثوب الإمام يضرب الجنازة أو بالتابوت كما نعبر عنه وأكو أمور رسمنا المستحبات نحن في غنى من ذكرها شالوا الميت يشيلونا مولانا المرحلة الثالثة الرابعة غسل كفن صلاة من بعد صلاة وين يروح مولانا إلى الدفن التدفئيين الدفن الدفن عبارة عن قبر حفرة هذه الحفرة يستحب أن يكون ارتفاعها مستحب يسير ارتفاعها بقدر رجل متوسط القامة ارتفاعها يسير في ارتفاع رجل متوسط القامة مو قصير زين عدنا رجالك صار مولانا زين مو بقدر القصير ولا بقدر الطويل عدنا واحد ناس أطوال الله يطيهم العافية مولانا عدنا نبشر القبر قد طويل ما نوصل لبعد واضح حبيبي فنخليه بقدر رجل متوسط القامة لا كبير ولا ولا قصير واضح مولانا ويستحب أن يكون بقدر الميت الارتفاع ماله أبطول الميت هذا المستحب هذا القبر الواجب داخل القبر يسوون فد حفرة صغيرة يسمونها اللحد هذا اللحد مستحب الواجب شنه القبر اللحد مستحب واضح مولانا يشيلون الميت مولانا إلى الدفن من أصعب اللحظات على الإنسان من أصعب الساعات على الإنسان هو حمله الميت وإنزاله في القبر ولهذا إذا شاله الميت إلى قبره يقول يكره الاستعجال مكروع أن تستعجل بالمشي امشي براضة امشي عليك كيفك لا تستعجل هذا في شدة هذا في هول عظيم واضح مولانا يكره الاستعجال هذا من جانب ويستحب كذلك مولانا يستحب قراءة الأذكار وذكر الله جل وعلا ذكر الدنيا مكروه ذكر الدنيا بكراهية خلف جنازة الميت واضح مولانا أكب بعض الناس وللأسف الشديد عندهم ذكر للدنيا كثير إن شاء الله أنا راح أتطرق لك لأن الوقت خلص الأخوة أشهرون مولانا العزيز فالوقت خلص عندنا إن شاء الله في الحلقة الآتية راح أذكر لك مستحبات ومكروهات وما يجري على الإنسان في حال الدفن إن شاء الله وما يخص ذلك الأمر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة